اليوم خالد تشوف انه التدخل الاجنبي لدي سكور اللي كان يمدو ولا مازال يمدو الجيش الى غاية ادخال بشير ترطاق وسعيد بودفليقة وجنرار التوفيق الى الهل تشوف انه الجزائر ما زالت معرضة الى تدخل الاجنبي من جهة مختلفة؟ اولا انا ما عندي احتثقة في عدلة غير مستقلة تقدر ندير الف اعتقال في اليوم اللي حبيت انا ما عندي احتى عدلة ما عندي احتثقة في قوضات في عدلة كانوا يقوموا بمحاكمات بالتليفون من لوح والان اصبحت من الجيش مالقري خرجوا وقالوا بلي مالقري خرجوا وقالوا انتهت عدلة التليفون هذا دليل بان عدلة التليفون منتهتش لكن دليل دليل بلي منتهتش القضاء العسكري اختلف عن القضاء المدنيه هذوكرا هم امام قضاء عسكري مالقري مقبل كالتليفون كل سمارة يمدو لنا واحد هذه السمارة في عدلة انخر بتغيب وفادي كالتليفون أخلاص نمد لهم سعيد وطرطاق وتوفيق والناس ما يسكتوش ربما لبروشان سي هامل ربما لبروشان سي او يحيا بالصح الناس فهموا باللي أنا أنا قلتها سي دي غيق لما تكون بيناتهم هما يدلوا وشي حبوا يزون بخيزون كي يلفل احنا الشعب عنده نوتر كاب الكاب سي جزائر حرة وديموقراطية تصفية الحسابات بيناتهم مشي كامل أمر الشعب الجزائر